بسم الله أهلا بكم يا شباب في الفيديو ده هنبدأ نتكلم عن كيفية حجز أراضي وزارة الإسكان طبعا أنا عملت الفيديو ده وهعمل سلسلة من الفيديوهات إن شاء الله تعالى عشان ملاحظ أن في ناس كتير جدا بتخطأ في عملية الحجز أو بتلجأ إلى مكاتب أو بتلجأ إلى أشخاص عشان يحجز له وحدة الإسكان بتاعته سواء كانت شقة أو أراضي موضوع الحجز على بنك التعمير والإسكان موضوع مهم جدا لازم كل الناس تقريبا تبقى عارفة تعمله بنفسها إزاي أو على الأقل يسمع الفيديو ده ويركز فيه عشان يعرف يتابع مع الشخص اللي هو هيعمله الحجز أو المكتب اللي هو هيعمله الحجز يبقى هدف الفيديو إن احنا نعمل توعية للناس إزاي تعمل حجز للوحدات السكنية على موقع التعمير والإسكان أو موقع بنك التعمير والإسكان طبعا الحمد لله الناس بعد ما دفعت جدية الحجز المفروض دلوقتي هيتم اختيار القطع يا شباب ودي المرحلة المهمة اللي من الناس كلها مستنيها طيب أنا أستعد إزاي خلال النهاردة وبكرة وبعده ولحد يوم الخميس عشان باقي المحافظات أستعد إزاي أول حاجة لازم النهاردة تعملها تبدأ تشوف اليوزر نيم والباسورد اللي انت عملت بيهم الأكاونت بتاعك أو الحساب بتاعك احنا نتكلم بالبلد خالص عشان كل الناس وكل المستويات تفهم المفروض حضرتك عملت أكاونت عملت حساب على موقع بنك التعمير والإسكان موقع بنك التعمير والإسكان وحط اللينك تحت الفيديو على الموقع ده شباب احنا عملنا حساب دخلنا اسم المستخدم وبياناته ورقم البطاقة وكل التفاصيل بعدين الخلاصة كلها هنبدأ نقول ان اليوزر نيم هو رقم القومي اليوزر نيم هو الرقم القومي يبقى انت اللي محتاجه الناس اللي عملت من زمان الأكاونت ونسيت اليوزر نيم هو رقم البطاقة بتاعتك اليوزر نيم هو الرقم القومي يبقى انت النهاردة هتجاهز الرقم القومي تجاهز اليوزر نيم وتجاهز الباسورد طيب انا دلوقتي انسيت الباسورد اعمل ايه هتدخل على موقع بنك التعمير والاسكان تمام واتدخل رقم البطاقة بتاعتك وتقول له والله انا انسيت الباسورد هيبعت لك رسالة على الموبايل او على الايميل اللي انت مسجله تمام واتدخل الباسورد الجديدة او تفعل الباسورد الجديدة يبقى انت عندك اليوزر نيم والباسورد يبقى رقم واحد ان احنا فعلنا او رجعنا افتكرنا اليوزر نيم والباسورد بتاعنا طيب رقم اثنين عايزين نبدأ نحجز عايزين نبدأ نحجز من نفس اللينك بتاع الحجز هيبقى موجود في الوصف تحت الفيديو لينك الحجز مباشرة هتضغط عليه هيدخلك على الموقع رقم واحد هتدخل اليوزر نيم وتدخل الباسورد في ان انت هتبقى مستخدم حالي وبعدين هيبدأ يدخلك على الموقع طيب لما دخلنا على الموقع هعمل ايه رقم واحد عايز الناس تحفظ كويس جدا لان الساعة عشره بالزبط كله لازم يدخل يحاول بقدر الامكان ما يتأخرش على اساس ان القطع بتتحجز بسرعة رقم واحد هختار كلمة المشاريع يبقى انت هتلاقي فيه ايقونة فوق تمام مكتوب عليها المشاريع تختار المشاريع طيب احنا هنشرح مثال هنشرح مثال على سهاج على اراضي يبقى احنا هنختار المشاريع رقم واحد احفظ معايا واحد المشاريع رقم اتنين هنختار كلمة اراضي يبقى احنا فتعنا مشاريع هنلاقي فيها كزا حاجة احنا عايزين ايه عايزين اراضي نختار اراضي طيب المثال بتاعنا تمام على قطع اراضي اسكان متوسط محور الاراضي مرحلة تلتة يبقى انت المشاريع اراضي قطع اراضي قطع اراضي اسكان متوسط تمام مرحلة تلتة قطع اراضي اسكان متوسط محور الاراضي مرحلة ثالثة لو انت دخلت دلوقتي هيقول لك اطبع جدية الحجز والكلام ده مش هتلاقي حاجة في اليوم نفسه هتبدأ تدخل هتلاقي فيه ايقونة مكتوب عليها احجز الان احجز الان باي لون باللون الخضر باللون احمر باي حاجة طيب وبعدين بيقول لك فيه شروط لازم تعلم على موافق على الشروط يبقى انت هتختار موافق واتدوس بعد كده ايه التالي هيبعات لك بعد كده تأكيد معلومات الحجز واتدوس التالي اضغط على التالي طيب وبعدين انا هشرح على محافظة سهاج يبقى انا اهم حاجة واختر نقطة بكرر لان فيه ناس غلطة الغلطة دي وخسرت قطعة الارض بتاعتها ان هو الراجل دافع جدية الحجز او عايز ياخد قطعة الارض في سهاج وهو راح في المحافظة اختار اسيوت كده الموضوع كله ايه مش تمام خالص يبقى انت هتعمل ايه رقم واحد تختار المحافظة سهاج طيب رقم اتنين هختار المدينة قطع الاراضي اللي موجودة يا اخوانا عندنا في سهاج في مدينة سهاج الجديدة يبقى المحافظة سهاج مدينة سهاج الجديدة طيب زي ما احنا هنشوف في فيديو على المخطط هنشوف المنطقة المنطقة اسم المنطقة اللي احنا بناخد فيها اللي هي جنب المطار دي وجمعة الكوامل تمام دي بنسميها المنطقة تختار الامتداد الجنوبي لمدينة سهاج الجديدة الامتداد الجنوبي لمدينة سهاج الجديدة يبقى المحافظة سهاج المدينة مدينة سهاج الجديدة المنطقة الامتداد الجنوبي لمدينة سهاج الجديدة هو جاي بعد كده بيقول لك رقم المجاورة رقم المجاورة انا عندي يا اخوانا في المرحلة التالتة تسع مجاورات تسع مجاورات اربعة جنب بعض اللي هم احفظ معايا مجاورة اتنين وعشرين لان انت هتدخل بنات دي مجاورة اتنين وعشرين وثلاثة وعشرين واربعة وعشرين وخمسة وعشرين يبقى كام الناس بتسمع معايا مجاورة كام اتنين وعشرين وثلاثة وعشرين واربعة وعشرين وخمسة وعشرين طيب المجموعة التانية جان ببعض خمس مجاورات خمسة خمسة واربعين وستة واربعين وسبعة واربعين وتمانية واربعين وتسعة واربعين يبقى انا عندي اتنين وعشرين لحد خمسة وعشرين وفي عندي من خمسة واربعين لتسعة واربعين تمام ده خاص بالحجز في منطقة سواج وبعد كده هتدوس او هتضغط على احجز الان ان شاء الله هيبدأ يحجز معاك مباشرة طيب لو ما حجزش معاك او قال لك قطعة الارض اللي انت اخترتها القطعة اللي انت اخترتها محجوزة هتعمل ايه هتعمل ريفرش هتعمل تحديس مرة واثنين وثلاثة لو انت مصر على نفس القطعة ده في الساعات الاولى من الحجز طيب حجز معاك خير وبركة ما حجز هتقعد تعمل ريفرش وتحديس عشان الموقع يحدس معاك بقى بجينا في الفترات الاخيرة والدنيا هتقفل خلاص وما فيش كله تحجز يبقى انت تختار بقى ايه اي قطعة ان شاء الله تعالى وانا هسيب لكم رقم الواتس بتاعي على اساس اي حد محتاج اي معلومة يتوصل معايا على الواتس ان شاء الله تعالى اقدر افيده في العملية تسهيل عملية الحجز بس انا انصح كل الناس في الفيديو ده ان هي تحجز بنفسها عشان تعرف بعد كده حتى تتابع مع الاسكان وتبقى ان شاء الله لما تستلم قطعة الارض تبقى انت فاهم ايه اللي بيحصل بالتفصيل واشوفكم في فيديوهات تانية كتير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته